مرحبا وتحياتي لجميع الإنسان هو الكلمة النهائية لكل فلسفة فمهما غاص الفيلسوف في قضايا الوجود والميتافيزيقة والعدم وعوالم الفكر والطبيعة والعالم في الواقع لابد له من العودة إلى الذات أبدا لابد أن يعود إلى الذات واسألوا ميتافيزيقة أفلاطون وأرسطل اسألوا كوجيتو ديكارت اسألوا تلك الثلاثية النقضية الشهيرة لإمانوال كونت لابد للفيلسوف من أن يعود إلى الذات لأن الإنسان هو الكلمة النهائية لكل فلسفة طبعا ربما البعض يعتقد أو يفهم الفلسفة على أنها تحلق بعيدا عن كل ما يتعلق بالإنسان وبتفاصيل حياته اليومية لا أبدا أبدا في الواقع الفلسفة باب مفتوح على الإنسان وعلى العالم طبعا الفلسفة هي مواقف الإنسان هي علاقاته هي همومه هي أسئلة هذا الإنسان وتجاربه هي كما يصفها الوجود الروسي الكبير بردايف هي معرفة للوجود في الإنسان ومن خلال الإنسان ومن هنا ندخل إلى صلة القرابة التي تجمع الفلسفة بالأدب لسيما بفن الرواية لأن الإنسان طبعا هو محور الفلسفة كما رأينا وأيضا هو محور الأدب بكل صنوفه خاصة الأدب الرواي فإذا الإنسان هو محور الفلسفة وأيضا الإنسان هو محور الأدب خاصة الأدب الرواي الإنسان هو مركز الرواية وهو أيضا مركز الفلسفة وكلما كان الرواي مبدعا وكلما كان مثقف فلسفيا طبعا اقترب أكثر من الفيلسوف أو هو فعلا أصبح فيلسوف من حيث أنه يقدم لنا أيضا من خلال أعمالها الروائية أفكار فلسفية أفكار فلسفية طبعا في قالب رواي أدبي وأنا هنا لا أتحدث عن الفلاسفة الذين كتبوا في المجال الروائي وإنما أتحدث عن أدباء وروائيين ارتقوا بأدبهم إلى المجال الفلسفي أدباء من مثل فرانس كافكا دوستولوفسكي وطبعا أدباء روسيا الكبار الآخرين أدباء من مثل مارسل بروست الفرنسي مثلا همينيجواي الأمريكي جبران خليل جبران مثلا نجيب محفوظ أيضا توفيق الحكيم وطبعا أسماء كبيرة وكثيرة جدا فهؤلاء الأعلام إضافة لكونهم أدباء بالدرجة الأولى إلا أنهم فلاسفة بمعنى ما من المعاني طبعا مفرق جوهري أساسي ويتمثل في أن هؤلاء طبعا قدموا فلسفة في إطار المواقف والعلاقات الإنسانية الخاصة بشخصيات أعمالهم الروائية بمعنى أن الروائي طبعا يقدم لنا الرؤية الفلسفية أو رؤيته الفلسفية من خلال صور ومن خلال أحداث ومواقف وتجارب إنسانية عامة وأيضا من خلال تجارب فردية حياة خاصة لا فيما يعرض الفيلسوف لفلسفته من خلال صور مجردة من خلال مجردات من خلال قوالب منطقية ومركبات نظرية مثلا إلى آخر لكن يبقى المحور في الحالتين هو الإنسان يبقى المحور في المجالين هو الإنسان الإنسان هذا الكائن المنفعل الحائر التائه المبتلى بمرض التفكير والوعي هذا الكائن المبتلى بعلة طرح الأسئلة هذا الكائن الخاضع في وجوده للقلق والتوتر والخوف والرعب الدائم كيف لا وهو يعيش في وحدة وعزلة كونية مرعبة ومؤلمة كيف لا وهو يعيش في خضم كون في واقع الأمر يجهل عنه أكثر مما يعلم وبما لا يقاص كيف لا يشعر هذا الكائن بالقلق والتوتر والرعب والخوف والحيرة والتوهان وهو الراغب في البقاء والاستمرار والخلود مع أنه الوحيد الوحيد الذي يعي بأنه ملاق الموت عما قريب وهذا ما دفع بالإنسان طبعا لأن يتساءل أكثر لأن يفكر أكثر لأن يتفلسف أكثر ولأن يكتب أكثر ولأن يبدأ أكثر طبعا كيما يعبر عن نفسه بشتى الطرق والوسائل الممكنة والتي في مكان ما قد تلهيه فتنسيه أما وجوده الناقص والمنقض إلى الموت لا محالة وفي الواقع هذا ما عبر عنه شوبنهاور أيضا عندما ذهب إلى أن ما يدفع الإنسان للكتابة والإبداع والتفلسف وكل هذا الإنجاز الحضاري أو كل هذه النتاجات الحضارية التي أبدعها الإنسان في واقع الأمر كانت دافع وراء كل هذا الإبداع هو ذلك التناقض المؤلم القائم في قلب العالم وفي صميم القيم هذا التناقض القائم ما بين الفكر والوجود والذي يعبر عنه طبعا بذلك الألم الذي ينخر الحياة وذلك الشر المسيطر على الحياة وعلى العالم بشكل عام هذا هو حال الإنسان الذي يقف حائرا مدوجسا أمام تذبذب الحياة تأرجح الحياة كرقاص الساعة ما بين الغاية والعبث بين المعنى واللا معنى بين السلب والإيجاب بين السلبية والإيجابية بين الشر والخير بين النظام والفوضى طبعا بين الحياة والموت بين عظمة الكون وضعف وهشاشة الإنسان بين المحدود واللا محدود بين النهائي واللانهائي بين الأمال والألام بين المكان والزمان وبين 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 ومن واقع حيرة هذا الإنسان وهشاشته ومحدودية معرفته طبعا حاول هذا الإنسان أن يحل إشكاليات وألغاز الوجود وبأي طريقة كانت فآمن في مرحلة تاريخية قديمة بالأساطير والخرافات تصارع مع القدر ومن يقوى على القدر من يقوى على القدر من يستطيع أن ينتصر في مواجهة القدر فأبتالي كان أن خرج مهزوما مأزوما من جديد لكن هذا الكائن البشري في واقع الأمر لا يعرف الاستسلام أبدا أبدا فكان أن طور من نفسه طبعا على ضعو تجاربه السابقة وهذه ميزة أساسية للكائن الإنساني كان أن طور من نفسه فاعتنق الأذكار الدينية المنزلة منها والأرضية وعاد لينخرط مجددا في ساحة المعركة من جديد ليعيش الصعود والهبوط والفشل والانتصار هذا الكائن البشري الذي أيضا منفك يبحث عن وسائل جديدة عن أسلحة جديدة لهزيمة حيرته وضعفه وطبعا لطمأنط نفسه والتخفيف من حدة روعه فكان أن ظهرت طبعا الأفكار الفلسفية وظهرت الكتابات الأدبية المتنوعة وهكذا فما أريد قوله هو أن أن الأدب الأدب بكل صنوفه من رواية وقصيدة ومقالة والفلسفة أيضا بكل مذاهبها الكثيرة والمتنوعة فالأدب هنا والفلسفة ما هما إلا سلاحين بمثابة سلاحين بيد الإنسان ليخوض بهمام معركة وجوده وبالخلاصة نستطيع أن نقول الآن بأن مجال الفلسفة ومجال الأدب في واقع الأمر يلتقيان عند قاسم مشترك بينهما وهو الإنسان الإنسان غاية كل الأدب وغاية كل فلسفة ونستطيع القول أيضا بأن الصلة بين الفلسفة والأدب تتمثل في كونهما سلاحين من أسلحة الإنسان في معاركه التاريخية والآنية والمستقبلية حتى ضد التناقض وضد التمزق وطبعا ضد الخوف والحيرة في صراعه ضد المشهول وشكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر